بقوة بلغت 6.1 من 10 ضرب زلزال جنوب شرق أفغانستان في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات الهزة الأرضية التي شعر بها نحو 119 مليون شخص في أفغانستان وباكستان والهند وقعت في إقليم باكتيكا على عمق 51 كيلو مترا جنوب شرق أفغانستان ووفقا لهيئة إدارة الكوارث في أفغانستان فإن غالبية الوفيات المؤكدة كانت في إقليم باكتيكا كما وقعت خسائر كبيرة في الأرواح في خسات التي تقع على بعد 44 كيلو مترا من مركز الزلزال وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام أفغانية منازل تحولت إلى أنقاض ولم تر التقارير بعد عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار في باكستان رغم شعور أغلب السكان في شمال غرب البلاد بالهزة الأرضية وشعر الناس بالزلزال في العاصمة الأفغانية كابل وكذلك في العاصمة الباكستانية إسلامباد ترجمة نانسي قنقر